فكرة الدافع للنجاح وإن أنت يبقى عندك دافع كده لتحاجة زوقك لقدام أنك تقدر يتوصلي للي أنت عايزة فيجينيا أنت بالنسبة لناس كتير جداً وبالنسبة للبنات والكتير من الولايات كمان حاجة مبهرة جداً وبالنسبة لنا طبعاً أوراية يعني حاجة مبهرة جداً والبنات بصالك إزاي كميس إيجبت اللي بتعملي مبادرات لها علاقة بالتنمية يعني الموضوع مش بس اهتمام بجانب واحد اهتمام بأكتر من جانب في نفس الوقت بالضبط وده برضو كان جزء من المبادرة أن أنا كنت عايزة أوري أن ملكات الجمال ليها هدف أكبر من كده بكتير وده برضو اتعلمته خلال دراستي لما سفرت وتعلمت واشتغلت شفت أن ملكات الجمال ليها جزء أكبر بكتير وهي أثرها في المجتمع وقد إيه أن الناس بتحب تسمع لحد زي كده وشفت ده وردو في آخر ساق يعني في ساشنز كتير من المدارس أن بعد كده هم هم بيبقوا داخلين عشان يشوفوا مس إيجبت وبيبقوا داخلين متحمسين أنه هم يشوفوا مس إيجبت فمن خلال ده بيتعلموا كتير وبيستفاجدوا كتير وبيجي لنا فيدباك بتبقى مجهزة بقى بتبقى مجهزة مواضيع هتتكلمي فيها بتبقى مجهزة حاجة هتشغلوا عليها يس فيه تيم شغال على مبادرة وطبعا قبل أي ساشن بيبقى فيه باوربوينت بيتباعت وبيبقى مجهزين الكلام اللي هيتقال والسوبجيكس المعينة بيبقى طبعا متختلف من كل مدرسة للتانية حسب الناس الموجودة لان احنا مش بس بنتجه للمدارس الانترناشنال احنا برضو بنتجه للمدارس الستاذكات الحكومية او الفنية او الانترناشنال فطبعا هناك كل واحد بيختلف من التاني وبرضو حسب الفئة العمرية لان برضو زي ما قلت حرارك احنا بنناشد الأطفال والشباب اللي في سن سنوية عامة يعني لسه يتخرجوا وبرضو الأهالي لان الأهالي عندهم تأثير كبير جدا على الأطفال في خلال تربيتهم وبرضو اي حد عنده أثر على الشباب في المدارس او مثلا المدرس في التمرين او المدرس في المدرسة طبعا دي لهم أثر كبير قوي عليهم حابين نعرف معاك كده لو اتكلمني على سيشن او جلسة من الجلسات دي ازاي بيحصل التفاعل بقى معه سواء الأطفال او الشباب ايه اكتر موضوعات شايفة فيرجينيا انه هي فعلا من الموضوعات المهمة جدا والحيوية بيتمس حياة أطفالنا وشبابنا اليومين دول طبعا في موضوعات كتيرة جدا لكن أكتر حاجة حاسة انها فعلا محتاجين نتكلم فيها ومحتاجين نوضحها أكتر لولادنا هو فيه اتنين طبعا حسب الفئة العمرية للأطفال الصغيرين وأهليهم الفرق ما بين الفكر فيه حاجة اسمها جانوريشنل جاب الفرق بين الأجيالي بالضبط الفرق ما بين الأجيال أن الأهالي بسبب التكنولوجيا السريعة والتشينج السريع جدا النهاردة فالأهالي مش لحقة أنها تواصل مع سرعة فهم وسرعة الطفل في أن هو يشوف العالم ويشوف الحاجات المختلفة فبيحصل أن الأهل ما بيكونوش فاهمين الطفل والطفل بيبقى مش عارف يتكلم مع أهله لأنه هو حاسس أنه هو بيتكلم والحد الكبير مش فهمه فدي بوينت حاسقة مهمة جدا جدا وبالنسبة للشباب اللي في السنوية العامة هي أنه هو خارج على حياة جديدة لازم يبقى هيتأثر بحياة كتير فهو داخل مرحلة جديدة في حياته يس فلازم أنه هو يبقى ماسك في أهدافه ومبادئه وأنه هو يقدر يصدق أنه يقدر يعمل اللي هو عايزه وكل اللي هو عايزه بس بطريقة نسبه وتليق به وتليق بأهله وتليق بعادته وتقاليده